مجموعة من الخارجين على القانون في بنسويف راحوا في منطقة في الجبل وعملوا حفرة كبيرة وجابوا واحد رسم اشكال اسرية على جميع الحوائط اللي عملوها تصميم الحفرة من بره ومن جوه اكبر واغرب عملية نصبي في محافظة بنسويف بينصوبوا باسم الفرعنة سنة كاملة بيعملوا مجبرة مزيفة طبق الاصل من المقابر الفرعونية بس بجد سبكوها صح لدرجة ان محدش يعرف ان المقابر دي مزيفة في بداية الموضوع مجموعة من الخارجين على القانون في بنسويف راحوا في منطقة في الجبل وعملوا حفرة كبيرة وجابوا واحد رسم اشكال اسرية على جميع الحوائط اللي عملوها تصميم الحفرة من بره ومن جوه كأنك فعلا لقيت مقبرة اسرية وبعدين اشتري شوية تماثيل وتابوت من خل الخليل وحطوهم جوه المقبرة ونيجي بقى الاهم جملة شهيرة والمعروفة بين الناس طول ما الطمع موجود ان الصاب بخير يقوموا رايحين لحبيبنا اللي عايزين الصراع السريع وفي لحظة يقبوا على وش الدنيا وباعوا المقبرة المزيفة لحبيبنا بالشفة يا فرعون يا صغير الحبكة اللي عملوها في بناء مقبرة اسرية كانت قوية جدا لدرجة ان الامين العام للمجلس الاعلى للأثار راح يتأكد بنفسه ان الأثار دي مضروبة وطلعت كل التماثيل مصنوعة من الجبس والتابوت مصنوعة من الفايبر اشتركوا في القناة